السلام الله عليكم أحبابنا ومتابعينا في كل مكان الله يسعد لي قلوبكم ويحفظكم يا رب أنا أمس كتبت منشور حول ترتيب حفل البيرق ركزوا على هذا الكلمتين بالله حفل ترتيب حفل البيرق مول أنا من تقتل المول ولا أهل المول لا بالعكس والله العظيم إحنا مع المول وأنا ليه أيام في المول ويطلعونا وينزلونا وصورونا وروونا ونشروا في التوك توك هذه ما فيه أي مشكلة إحنا معه أي عمل أو أي تنمية في داخل عدن والبيرق مول جميل جدا فيه كل شيء فيه كل ما لذ وطاب فيه المطاعم فيه القرى في النوم والفساتين فيه ألعاب فيه الأطفال فيه الكوفي فيه فيه ما انتقدنا إحنا أبدا ولا انتقدنا أهله أهل السندي يعتقد أو بالعكس هنا على عيوننا وروسنا يافع كلها أهلها وناسها هنا إحنا انتقدنا ترتيب الحفل فقط الأستاذ سليمان التحطوح وأحمد سليم مقدمي الحفل كلمتهم عدة مرات يا يا جماعة متى بيبدأ الحفل الناس من الساعة الثنتين قالوا بانشوف أربع خمس ست سبع ثمان تسع قالوا ما عندنا فقرات أصرا ايش نقول ايش نبدأ يب يا جماعة يا جماعة الحفل يعني الساعة التسع في الليل عوائل عوائل بعدين أنا ما تكلمت على على فرقتي فقط أنا تكلمت على ثلاث فرق عدنية في المسرح وفرقتي في الرقص الشعبي من عدن ومن شبوه إضافة إلى المشاركين في البرامج الأخرى هذا اللي كانوا موجودين تحت في الحما حما موت ما عدا الأخت أو بنتي أو جارتي أو زميلتي ماريا غحطان لا تزعلي اللي كتبت ليش كتبت أختي شوف على انتقاد يعني انتقاد يدل على أن هناك انحطات في الثقافة والفن ليش قال الأخت ماريا طبعا الأخت هذه الأخت مهما كانت احنا نقدرها ونحترمها ومنعي بلد كانت عيب لكن للتشبيه فقط أنهم دخلوها في مكان مكيف وجلوس ومش عارفين أيش فقرات الحفل طبعا الانتقاد من الأخوة اللي ينتقدوني أنا على عيني وراسي عادي احنا عصر بشر احنا انتو تظنوا أن الانتقاد لازم يكون لشخص يشتغل في الحكومة فقط هذا اللي ننتقده أما صحفي أو إعلامي مثلي لا لا حد ينتقده لا بالعكس انتقدوا ناصر العنبري أو انتو أو تاجر أو رياضي أو ثقافي أو فنان لا الانتقاد لأي شخص مش معقول اللي يشتغل في الحكومة فقط انتقده سكاكينا تتقطبه ولو حصل خطأ من أي مكان ثاني ما لانتقده قد يكون الترتيب الحفل يتحمل الشخص شخصين ما همش من صحاب المول أصلا ممكن ممكن الواحد يبرر يقول والله العدد كثر والزحمة ممكن يقول اللي يرتب الحفل ما رتب الترتيب الصحيح بحيث انه يعرف متى يبدأ مكتوب فقرات الحفل في ورقة بحيث انه يبدأ لان عدم بداية الحفل سبب فوضة كبيرة جدا انتو ما كنتوش موجودين اللي كان موجود بيسمع كلامي بيأكد كلامي مضاربات طلاق رصاص زحمة يعني في كانت شوية من الارباك والوقت تأخر فبعضهم من الذين انتقدني وقال انا لا يشرفني ان تكون عدني وهو اصلا مش من عدن حبيبي الله يسعدك ويبارك فيك لا يشرفني ان يكون عدني وهو مش من عدن يا سلام يا اخي كأنكم اخذتوا الارض حكر لكم مجموعة من الناس اقلامهم نكاتها منتنة والله العظيم انك لما تغير تعليقه او كلامه يعني تشعر ان في كلامه خبث ولؤم وعنصرية ويعني ريح ريح كورية والله العظيم وهم سمين انفسهم صحفيين او مشهورين في الفيسبوك او يعني معهم ادت مشاهدين او متابعين فلكن تشعر انا انسان قوي وشقاع انا انسان قوي وشقاع انا اقول لكم المول ما عليها اي خلاف والله العظيم ابستعي ايش باقولي اخي عيب اني بنتقد مول بالشكل اللي موجود مول يعتبر اكبر مول وانضف مول وفيه كل شي موجود جميل جدا اهله وناسه والاشياء اللي موجودة فيه حلوة جدا هذا كلام اللي اقوله ويعتبر دعاية لهم بدون اي مقابلة انا ما اشتيش اصلا انا عندي الشقاعة ان اقول هكذا وعندي الشقاعة ان اقول ترتيب الحفل كان سيئ سيئ للغاية واللي كتبوا وانتقدوا بالفاظ بذيئة بيّن الله معادنهم انا كنت منخدع فيهم والله العظيم حتى اخرى سني من ما ادري من المملكة او من امريكا او ذا قال لي ايش ذا للناس فلان وفلان ما حب اذكرهم قالوا والله العظيم اني كنت مخدوع بهم الفاظهم بذيئة وكريها ومنتنة وقعلوا من عدن ملك لهم او قطعة صغيرة هم يملكوها يعني انا ما قلت الشي انا قلت ان ترتيب الحفل كانسية وناس كثير اسألوهم والله العظيم ناس كثير اسار وعائلات وحتى المنظمين الان حصلت الصبح عن صاحب الخمير قال لي يا ناصر بعدك وقعت فوضى ترتيب الحفل وقد يكون ترتيب الحفل ماهوش على ملاك المول لانهم هم كم بيكونوا كم جهدهم فاسأل الله العلي العظيم ان يسعد قلوبكم ان نوسع صدورنا موسع صدورنا يعني عادي انا اللي انتقدوني بس حبيت رد عليهم انه في الفاظ كانت ماشي صحيحة ولكن اما بالنسبة للأكل برضا ايضا والله العظيم ان الأكل قد مليون في المية مش قد ما يكونوا صحاب المول ياخي صحاب المول ماهم شي يعني حريصين على ان يقوموا شخص عادي حتى انسان بسيط من فوق وجبة قد بدأ يأكل منها لا قد يكون الصرف فردي الولد اكتهاد ما في مشكلها ياخي اصحاب المول مش معقول يرجعوا علي الحميد او ابو عواد من وجه المطعم ويقولوا والله ما يدخل لا 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 قد يكون الصرف فردي من شخص عادي طيب مع ذلك طبعا في واحد قال علي حميد انسان كبير وشله وقال لهم يا جماعة وهذا الولد يعني تصرف فردي عادي وحتى الولد قد يكون مثلا عند حجز معيني لناس معينين الموضوع بس احنا حبينا نوضح اشياء علشان اصحاب المول نفسهم يعرفوها لانهم بيقولوا وين راحوا الجماعة احنا روحنا من الحفل الاخوة اللي انتقدوا عادي لو قالوا مثل هذا كلام اللي الآن نبررت به اخي عادي ياخي زحمة حصلت حصلت يعني صاح قد يكون فيه سوء ترتيب العدد كان كبير اسأل الله العلي العظيم ان يسعدكم وان لا يفرق جمعنا واهليها على عيني وراسي واهلي وناسي واحبابي مش بس أهل يافع أهل يافع وشبوة وأبيان ولاحق وحضرموت وصنعة وتعز وأب اليمن بشكل عام على عيني وراسي القنوب نخصه بالذكر لأنهم أهلنا وناسنا وأيضا الشمال هم مثلنا مواطنين يتمنوا أن يأكلوا ويشربوا مثلنا نسأل الله العلي العظيم أن يصفي القلوب وأن يجعل القارة يفهم والمستمع يفهم من هو فعلا الإنسان الوطني ومن هو الذي يستخدم قلمه لريحة كريهة منتنة أسأل الله أن يهديه ويهدينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته